أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أن العلاقات التي تجمع مملكة البحرين وجمهورية باكستان الإسلامية الشقيقة مستمرة في النمو على كافة الصعود مشيرا إلى أهمية مواصلة تعزيز التنسيق الثنائي بما ينعكس على مسال تقدم العلاقات المشتركة نحو مزيد من النماء والاستهار للبلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى لقاء سموه في قصر الرفاع اليوم سعدت سيد محمد أيوب سفير الجمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده لدى البحرين حيث تمنى له التوفيق في أداء مهمه بما يصب في تعزيز أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين ويسهم في تحقيق التطلعات المنشودة منوها سموه بشراكة الاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين والسبل تطويرها في كافة المجالات وأجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب سعدت سفير جمهورية باكستان الإسلامية لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء على ما يليه سموه من حرص واهتمام بالدفع بمسار العلاقات البحرينية الباكستانية نحو مزيد من التطور مؤكدا حرصه على مواصلة دعم التعاون الثنائي بما يحقق التطلعات المنشودة للبلدين والشعبين الشقيقين